اعلامي مجلس الوزرائي ينفي اسناد ادارة ممر قناة السويس لشركة اجنبية والهيئة تؤكد ان ادارتها ستظل مملوكة للدولة بالكامل احتدام القتال في مدينة سيفير دونتك وفرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في فك الحصار عن ميناء اوديسا الاوكراني الولايات المتحدة الامريكية تسجل اعلى مستوى للتضخم منذ 41 عاما السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بحضراتكم تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطني المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي في هذا الاطار اكد رئيس الوزراء ان هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة اليهم من المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم والتفاعل لحل مشكلاتهم كما جدد مدبولي توجيه الشكر لفريق عمل المنظومة على جهودهم المضنية في التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين هذا واشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي الى ان المنظومة تلقت وتعاملت مع 85 الف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو الماضي نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء عن اصناد ادارة الممر الملاحي لقناة السويس الى احدى الشركات الاجنبية وقام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي شددت على ان القناة السويس وادارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين واداريين من المواطنين المصريين مشيرة الى تحقيق القناة نموا بشكل كبير خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي نفذت القوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الانشطة والفعليات خلال شهر مايو الماضي يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي الدقهلية والمينيا وتضمن التدريب عرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية للوقوف على مدى جهزيتها واستعداداتها لمجابهة المواقف الطارئة وحرصا من القوات المسلحة على توعية مختلف فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزرات والمدريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة في حماية الوطن وصوم مقدساته بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة والذي تنظم وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية وتأتي تلك الزيارة للاطلاع على مرافق وكينات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا تأكيدا على الرياضة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا ودوليا وتمكنهم من المناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم وأفقارهم استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت شعار شباب عدم للحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب والذي تنظم وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية هؤلاء يمثلون 64 دولة من مختلف دول العالم جاءوا إلى هنا ليشاهدوا هذا الصرح الأمني المتميز في إعداد الكوادر الأمنية محليا وإقليميا ودوليا الزيارة دي بيكون لها تأثير دي طبعا تاني مرة الدفعة الأولى السنة الفاتت احنا جينا برضو الأكاديمية المردود ليها بيكون كبير عند الشباب بشكل كبير جدا بيشوفوا إزاي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بتتعاون مع دول مختلفة المراكز البحثية كلية الشرطة والتدريبات وحجم التدريبات من أكتر الزيارات اللي كانت مؤثرة في الشباب قام الشباب بجولة بين جنبات الأكاديمية لتفاقد كيناتها ومنشآتها بين صرح وآخر داخل الأكاديمية تنقل الشباب حيث تعرفوا على إمكانات مركز الدراسات الأمنية ودوره في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من مختلف الدول وكلية الدراسات العليا ودورها في إتاحة الفرصة للضباط المصريين والوافدين من الدول العربية والشقيقة لاستكمال دراستهم العليا شوفت أدئيل أكاديمية الشرطة بيهتموا وبركزوا في تدريبات الشرطة عشان الأمن والأمان للبلاد كانت مفيدة لأيلي بشكل كتير كبير أولاً تعرفت أن مصر شو عم تعمل على مستوى المحلي وشو عم تتطور على المستوى العالم العرب والمستوى الدولي زيارتي في الأكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع لم أكن أعرف أنها بضخمة بهذا الشكل أنا منبهرة جداً من هذه الزيارة وتوجه الوافد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية أكثر شيء لفت انتباهنا هو تدريب للأخوة العرب والأفارقة من دولة الشاد ومن دول أخرى عربية كلية الشرطة والتي تعد مصنعاً بحق للرجال كانت محطة مهمة في زيارة الوافد والذي شاهد كيفية إعداد طلابها ليحملوا مشعل أمن الوطني مستقبلاً من خلال برامج تدريبية متطورة تطبق في هذا الإطار حيث أدى الطلب جانباً من ما اكتسبوه من مهارات في مختلف مجالات العمل الأمني في ميادين التدريب المتنوعة الموجودة داخل الأكاديمية والتي تحاكي الواقع في صعوبتها كذا ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي وشاهد الشباب عروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة المستخدمة في آداء بعض المهام الأمنية هذه الزيارة أول شيء عرفتنا على مدى قوة الشرطة في قمهورية مصر من ضمن الأشياء التي يدرسون فيها حقوق الإنسان وهذا أهم سمي يتميز فيها الشرطي بحيث أنه يقدر يخدم الناس ويقدر يرد حقوقهم شعور لا يوصف وبالنسبة لي الكثير والكثير أدئي بلدي قوية وأفعل رجليها وتقدر تتحدى أي حد مش تحدي بس دايماً هي إن لم تمتلك القوة فستكون مطمع من الآخرين تتولى الزيارات المحلية والدولية لأكاديمية الشرطة والتي تؤكد على تميز هذا الصرح التعليمي الأمني في إعداده للكوادر الأمنية المحلية والدولية ليحملوا أمانة أمن الأوطان واستقرارها هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستوعين المحلي والدولي فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 89 طن لمواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية تم تم ضبط أكثر من 56 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 606 قضايا من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط ست قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 37 طن ونصف الطن من الأقماح المحلية إلى الملف اللبناني حيث أرسل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي بلبنان لولاية جديدة مدتها أربع سنوات وتمنى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي في برقيته لنظيره اللبناني وللمجلس التوفيق والنجاح وعبر جبالي عن أمل في تعزيز أطر التعاون والتواصل البناء بين البرلمانين المصري واللبناني من أجل صالح الشعبين الشقيقين وكان بري قد تم انتخابه لرئاسة مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد في الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي عقدت في شهر مايو الماضي حيث فاز بري بالريب الأغلبية المطلقة من الجولة الأولى أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ضرورة أن يختار مجلس النواب من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة وأكد ميقاتي على أن يكون التشكيل الحكومي من دون شروط وتعقدات يضعها أي فريق في وجه الرئيس المكلف وخلال لقاء حواري نظمه معهد السياسة والمجتمع في العاصمة الأردنية عمان أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تتأخر لكنها ستحصل كما استعرض ميقاتي الأوضاع في لبنان في ضوء السياقات التاريخية والسياسية خلال العقود الماضية وصولا إلى الانتخابات الأخيرة واستيناريوهات المتوقعة على صعيد تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية والعلاقات بين القوى السياسية المختلفة انتهى مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري من انتخاب أعضاء اللجان النيابية والتي يبلغ عددها 16 لجنة هذا ويوصل المجلس في جلسته لاختيار يؤساء اللجان وكان قد جرى انتخاب أعضاء 14 لجنة في الجلسة التي عقدت أمس الأول وبلغ عدد لجان المجلس 30 لجنة قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي ان حكومته توندي في حفظ العراق وترميم جراحه وان للعراقيين شرف الانتصار للحياة واضاف القاذمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال ان على العراق ان يستذكر ولا ينسى جرائم تنظيم داعش الارهابي في مدينة الموصل وقاعدة سبايكر الجوية قبل ثماني سنوات والتي راح ضحيتها 1700 عسكري عراقي واضاف القاذمي ان على العراقيين ضرورة اخذ العبرة والدروس حتى لا تتكرر اخطاء الماضي اكدت قيادة العمليات المشاركة العراقية ان الجيش العراقي لم يعتمد في قدراتي القتالية على الجيوش الاخرى بل اعتمد على امكانياتي وقدراتي الذاتية واشارت قيادة العمليات العسكرية المشاركة العراقية الى ان مهمة بعثة حلف الناتو هي تدريب القوات الامنية ورفع مستوى وامكانيات قدراتها في العمليات العسكرية الى تطورات الملف الاوكراني الروسي حيث اوضح الكريملين ان عزل روسيا امر مستحيل وذلك بالرغم من وجود مثل هذه المخططات من قبل الدول غير الصديقة واضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ان هناك محاولات ومخططات من دول وصفها بالمعادية من اجل عزل روسيا اقتصاديا وسياسيا وتجاريا قال وزير الخارجية الروسي سردي لفروف ان بلاده منفتحة على الحوار مع الغرب وفي مؤتمر صحفي في ارمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الامن الجماعي اضف لفروف ان الجميع يدرك الان ان حلف الناتو لا يمكنه ان يقرر مصير اوروبا ووصف لفروف الاجتماع الذي عقد في ارمينيا بانه كان مثمرا وبناء وضم كل دول الاعضاء في المنظمة كاشفا عن توقيع عدة اتفاقات مشتركة نحن اقترحنا مرارا على شركائنا في التحالف الناتو في حلف الناتو من قبل او بالتشارك مع شركائنا في منظمة معاهدة الامن الجماعي باطلاق الحوار واجاد آليات للتعاون والتنسيقات ولكن حلف الناتو دائما كان يرفض ذلك لانهم لا يمكنهم ان يحددون مصير دول اوروبية وهذا اصبح واضح لجميع قال مسؤولون ان القوات الاوكرانية تحتفظ بمواقعها في زفر دنتسك مع احتدام القتال في الشوارع وتواصل القصف ليلة نهار بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة الاساسية لهدفها والمتمثل في السيطرة على شرق اوكرانيا واضح شكرتير مجلس الامن الاوكراني ان الوضع بالغ التعقيد وان القوات الروسية تركز كل قوتها على المنطقة يأتي ذلك في وقت تقول فيه اوكرانيا ان املها الوحيد لتحويل الدفة لصالحها في المدينة الصناعية الصغيرة هو تزويدها بالمزيد من المدفعية للتصدي لقوة العسكرية الروسية الهائلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلن الجيش الاوكراني قيمه بقصف مواقع روسية في منطقة خرسون بجنوب اوكرانيا وهي منطقة تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة القوات الروسية هذا وقد اوضحت هيئة الاركان العامة في الجيش الاوكراني ان قواتها الجوية قصفت مواقع روسية تتركز فيها معدات وافراد ومستودعات حول خمس مناطق في خرسون قالت وزارة الدفاع البريطانية ان مدينة ماريبول الواقعة في جنوب اوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا نظرا لان الخدمات الطبية توشك في المدينة على الانهيار وفي بيان اضافت الوزارة انه من المحتمل ايضا حدوث نقص شديد في الادوية في خرسون وذكرت ان روسيا ستواجه صعوبات في توفير الخدمات العامة الاساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها اعلالت الرئاسة الفرنسية استعداد فريس للمشاركة في عملية تتيح رفع الحصار عن ميناء اوديسا في جنوب اوكرانيا يأتي ذلك كمحاولة لاعادة تصدير الحبوب الاوكرانية الى البلدان التي تحتاج اليها وقال احد مستشار الرئاسة الفرنسية قال انهم جاهزون تحت تصرف الاطراف لبلورة عملية تتيح الوصول الى ميناء اوديسا في شكل امن لتمكين السفن من العبور رغم وجود الالغام في البحر اكد رئيس اركان البحرية الايطالية الادميرال انريكو كندينو استعداد بلاده للمشاركة في عمليات تطهير السواحل الاوكرانية من الالغام او تخزين الحبوب القادمة من اوكرانيا وذلك في مسعى منها للمساعدة في حل ازمة الغذاء العالمية وقال كريديندو في تصريح صحفي ان ازمة نقص الغذاء بسبب الحصار المفروض على اوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية يمكن ان تسبب حالات توارئ غير مسبوقة مثل زيادة تدفقة الهجرة الى اوروبا موضحا ان بلاده عززت حضورها في البحر المتوسط من خلال صفن الدوريات البحرية متعددة الاغراض اكدت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا ان اوكرانيا جزء من العائلة الاوروبية مشيرة الى انه حان وقت ضمامها الى الاتحاد وخلال مشاركتها في قمة كوبنهاجن المعقدة بالدنمارك اكدت ميتسولا ان الاتحاد الاوروبي يقف مع اوكرانيا في الحصول على صفة مرشح الاتحاد يشار الى ان البرلمان الاوروبي اعتمد في الجلسة العامة في استراتسبورغ قرارا يدعو دول الاتحاد الاوروبي الى منح اوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد ووافق على القرار 438 صوتا برلمانيا مقابل نحو 65 صوتا معارضا اكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الالتزام بانهاء الازمة الاوكرانية جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة المفوضية الاوروبية ارسالا فاندرلاين حيث تم بحث العلاقات الثنائية الجيدة والالتزام المشترك للعمل على انهاء الازمة في اوكرانيا مع ايلا اهتمام خاص للجوانب الانسانية والعواقب على الامن الغذائي دعا المستشار الالماني اولف شالتس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى وقف العمليات العسكرية في اوكرانيا جاء ذلك خلال زيارته لقوات الدفاع الجوي الالمانية بالبلقان والتي تأتي ضمن المهام التي يقودها حلف الناتو وستركز جولة شالتس على استطلاع افاق الاندمام للاتحاد الاوروبي لست دول في غرب البلقان موسيقى 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 أعلن حلف شمال الأطلسي أن تونيته تزويد دول الجناح الشرقي للحلف بأنظمة صواريخ وعتاد متطورة أوضح النيتو في بيان له أنه يجهز للنشر قوات في دول الجناح الشرقي للحلف وذلك لمواجهة روسيا مضيفا أنه سيضمن أمن فنلندا والسويد قبل نيلهما عضوية الحلف قال رئيس الوزراء المجري فيكتر أربان أن حظر الاتحاد الأوروبي لوردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم وذلك بسبب زيادة أسعار الطاقة وفي تصريحات أضاف رئيس الوزراء المجري أنه بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة فإن التضخم في المجر والذي ارتفع إلى 10.7% في مايو سيصل إلى ما بين 15 و 16% خلال القمة ذاتها أكدت رئيسة وزراء لتوانيا إنجريدا سيمونتي أن بلادها أوقفت استيراد الغاز الروسي ووفرت البدائل عن هذا الغاز وأضافت سيمونتي أنها تقع أمام خيارين إما حظ ماء وجه بوتين أو حياة الأوكرانيين كانت وزارة الطاقة في لتوانيا قد أوضحت في تصريح سابق أن شراء مصادر الطاقة الروسية يعني أن تمول لتوانيا الحرب أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كواتشي هيجويودا أعلن أنه كجزء من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا ستحضر اليابان تصدير المركبات الثقيلة والشاحنات القلابة والجرفات إلى موسكو وأضاف الوزير الياباني أنه سيتم حظر تصدير البضائع التي تساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية إلى روسيا كما سيتم أيضا فرض حظر على تسليم المركبات الثقيلة والشاحنات القلابة والجرفات وغيرها من المعدات الثقيلة بداية من السابع عشر من يونيو الجاري أعلنت منظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة فهو أن تراجع صادرات القمح والسلع الغذائي الأخرى من أوكرانيا وروسيا يدفع ما بين 11 مليون و 19 مليون شخص لبراث الجوع والفقر خلال العام القادم وتسبب الصراع في أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة وتزود روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب من ثلث إمدادات القمح في حين أن روسيا هي أيضا مصدر رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورد أساسي للضرع وزيت دوار الشمس تسارع التضخم في شهر مايو الماضي في الولايات المتحدة ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود وبلغ مؤشر أسعار المستهلك 8.6% على أساس سنوي في مايو بزيادة كبيرة من 8.3% في الشهر السابق وفقا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل وهذه هي أكبر زيادة منذ ديسمبر من عام 1981 ما زلنا نتابع التداعيات الأزمة الأوكرانية على مختلف دول العالم حيث حطمت أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية حطمت الأقام القياسية خلال الأيام السبعة الأخيرة على الأقل يأتي ذلك مع ارتفاع متوسط سعر الوقود مسجلا 4.96 سنة للجالون وفقا لجمعية السيارات الأمريكية أرقام قياسية وصلت إليها أسعار البنزين في دولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية دفعت السائقين إلى تخفيض القيادة بعدما وصل متوسط سعر الجالون الواحد إلى 5 دولارات وهو استنزاف آخر لمحفظة المستهلكين الذين يدفعون أكثر مقابل العديد من الضروريات الأخرى هذه الأسعار الجنونية سجلت في ذروة موسم القيادة الذي يبدو رسميا نهاية شهر مايو وحتى بداية سبتمبر حيث ينطلق خلاله الأمريكيون في رحلات وحركة تنقلات كثيفة على الطرقات خلال الصيف أعباء الرحلات على السائقين ستكون في بعض الولايات أكبر من ولايات أخرى حيث تعتبر أسعار الوقود فيها الأعلى في الولايات المتحدة ففي ولاية كاليفورنيا غربي البلاد يتحمل السائقون أسعار بنزين هي الأعلى في البلاد حيث يدفعون ما يزيد على ستة دولارات فاصل تسعة وثلاثين للجالون في المتوسط كما تسجل هذه الولايات أحد أعلى معدلات القيادة للفرد في الولايات المتحدة بمتوسط 12.524 ميلا في العام ووفقا لمتخصصين فإنه من غير الوارد انخفاض أسعار الوقود في أي وقت قريب حيث يتجاوز الطلب على النفط حجم المعروض العالمي الذي تعرض لاضطراب بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا إذ تعد روسيا أكبر مصدر للنفط في العالم وقد قفزت العقود الآجلة لخام غرب تيكساس الوسيط بنسبة تسعة وثلاثين بالمئة منذ بدء الأزمة الأوكرانية والمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي دكتور أحمد يسين تحياتي لحضرتك يا فاندم يعني كيف قرأت نبأ تسجيل التضخم السنوي في الولايات المتحدة أكبر زيادة منذ حوالي واحد واربعين عاما وماذا يعني ذلك على قرارات مجلس الاحتياط الاحتياطي الاتحادي الذي ينعقد الأسبوع القادم يعني كان هذا متوقع منذ الحزمة الأولى منذ فرض الغرب الحزمة من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا إذ كان على الغرب أن يدرك جيدا بأن روسيا هي بالتأكيد ليست أي دولة عادية يمكن أن يفرض عليها عقوبات اقتصادية هي أكبر منتج للنفط في العالم كذلك أيضا روسيا تعتبر منجم الاقتصاد العالمي وهي تمثل أهمية حساسة جدا في تحقيق وإصنائية تحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي خصوصا وأن روسيا لا تنتج فقط مصادر الطاقة كذلك أيضا السلع الأساسية التي ترتبط بالأمن الغذائي بالنسبة للدول الفقيرة لذلك فرض مثل هذه الحزم المتتابعة من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا كانت هي السلع الأساسي والمباشر لمستويات التضخم غير المسبوخ التي نشهدها حاليا في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية ومن المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الارتفاع انطلاقا من كون أن هذه الحزم لا يبدو أنها تتلاشى أو ربي ما زال يتحاور ويحاول أن يزيل العقوبات والخلافات بين الدول الأعضاء لكي يفرض عقوبات على الوردات الأوروبية من النفط الروسي ومجرد عقد مثل هذا الاجتماع بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي نرى أن أسعار النفط قد ارتفعت بمستويات أعلى بكثير ما يشير بوضوح إلى أن الغرب ارتكب خطأا جسيما في فرض مثل هذه العقوبات الاقتصادية على روسيا إذن دكتور أحمد في ظل هذا الوضع ما هي السيناريوهات المتوقعة لاقتصاديات العالم في الفترة المقبلة وفي المقابل ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحتواء هذه الأزمة وهذا الموقف بأسرع وقت يعني الوضع جدا جدا حساس وصعب البنوك المركزية في التكتورات التصادية العالمية الرئيسية تعمل جاهدة للتخطيف من أعباء ارتفاع مستوى التضخم من خلال تغيير وجهة السياسة النقدية لديها ولكن السياسة النقدية لا تكفي لمواجهة مخاطر ارتفاع مستوى التضخم لذلك هناك مخاوف كبيرة جدا بأن الاقتصاد العالمي وهنا أذكر بالتقرير الأخير للبنك التولي الذي خفض في توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي من مستوى كان يزيد عن 5% إلى حوالي 2.9% ما يشير بوضوح إلى أن هذا الوضع بيتحساس وصعب جدا وهناك توقعات بأن خاصة منطقة اليورو لأن البنك المركز الأوروبي قرر في نهاية برنامجه لشراء السندات لشراء الديون معيش دكتور أحمد قلت أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي ماذا يجب على الدول اتخاذه بجانب السياسات النقدية الإصلاحية؟ بجانب السياسة النقدية المناسبة لمواجهة مخاطر ارتفاع مستوى التضخم يجب قيام الحكومة إسوة مع البنوك المركزية في خطوات للتحفيز في نشاط الاقتصاد خفض الضرائب كما تقوم حاليا الحكومة البريطانية كذلك أيضا القيام بخطوات مكثفة ومتنامية لتجريع نشاط المشترك لأن الاقتصادات المتطورة كما هو معروف مدفوعة هذه الاقتصادات بعجلة نشاط المستهلك وطالما أن مستوى التضخم قد خفف وأثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلك لذلك هناك مخاطر كبيرة جدا بأن هذه الاقتصادات المتطورة بشكل خاص سوف تغرق في مرحلة من الركود الاقتصادي غير معروفة في العصر الحديث هي تعرف باللغة الإنجليزية وهنا الربط ما بين ارتفاع مستوى التضخم والانكماج في النمو الاقتصادي مثل هذا الوضع الاقتصادي بالتأكيد خطير جدا وتلبي ومهما نشطت واجتهدت البنوك المركزية سياستها النقدية المناسبة لمواجهة تبعات مستوى التضخم سوف لن تكفي لذلك المطلوب جهود مكسرة من قبل الحكومات حكومات هذه الدول أشكر الجزيل الشكر الخبيب في الاقتصاد السياسي دكتور أحمد ياسين كنت معنا هاتفيا من لندن تختتم اليوم أعمال قمة الأمريكيتين والتي تنعقد بمدينة لوس أنجلوس كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه لم يكن خلقا بشأن مقاطعة بعض القادة للقمة منهم الرئيس المكسيكي ورؤساء من أمريكا الوسط ما بين اعتذار دول عن المشاركة ومقاطعة دول أخرى تتعثر قمة الأمريكتين في آخر أيام عقادها بلوس أنجلوس فالقمة التي تنعقد كل ثلاث إلى أربع سنوات تنظم للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ أول اجتماع عقد في ميامي عام 1994 وهو ما عرض قائمة المدعوين إلى تسديد ضربة محرجة لبايدن بإعلان عدة رؤساء عن الغياب ورفض إدارة بايدن دعوة كوبا ونيكاراوا وفنزويلا الولايات المتحدة بررت قرارها بأنها لا يزال لديها تحفظات بشأن عدم توفر مجال للديمقراطية في الدول الثلاث في الوقت الذي لم يزور فيه بايدن أمريكا اللاتينية بعد منذ تسلمه منصبه الرئاسية في يناير عام 2021 مقاطعة العديد من القادة للقمة احتجاجا على قرار بايدن بعدم دعوة ثلاثة من الحكام رؤساء كوبا وفنزويلا ونيكاراوا سلطت الضوء على نضال الولايات المتحدة من أجل أن تمارس نفوذا في منطقة أصبحت منقسمة سياسيا وتكافح اقتصاديا الرئيس جو بايدن حاول تقديم رؤية موحدة لنصف الكرة الغربي لكن قمة الأمريكتين سرعان ما تحولت إلى خلاف مفتوح وهو مثال واضح على الصعوبات في التقريب بين أمريكا الشمالية والجنوبية ومع تراوى النفوذ الأمريكي في أمريكا الوسطى والجنوبية يقول المحللون إن كندا لديها فرصة ذهبية في قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس لتحسين مكانتها ونفوذها بين جيرانها في نصف الكرة الغربي أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بلاده مع سنغافورة وخلال لقائه نظيره السنغافوري ناج إنجهان ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الدفاعي منها مجال الدفاع السبراني وبدوره أعرب المسؤول السنغافوري عن تقديره للدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدريب قوات المسلحة السنغافورية لديها توعدت بكين بما أسمته صحق أي مخطط للاستقلال لجزيرة تايوان يأتي ذلك بينما حثث واشنطن على الانتناع عن أي خطوات مجعزعة للاستقرار بالمنطقة وخلال لقاء بين وزيري الدفاع الصيني والأمريكي قال وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن للنظير الصيني قال إن على الصين الامتناع عن أي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار بدورها قالت وزارة الدفاع الصينية إن وايبانجي تعهد بأن بلاده ستصحق أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم من جديد على وحدة الوطن الأم أعرب وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي عن قلق بلاده إذا مناورة بحرية محتملة من قبل القوات الروسية قبالة سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ وفي مؤتمر صحفي قال كيشي إن وزارة الدفاع أكدت أن خمسة سفن روسية كانت نشطة شرق جزيرة هوكايدو الرئيسية على مدار يوم أمس موضحا ضرورة تجديد المراقبة حول ما إذا كانت القوات الروسية ستجري تدريبات فيما بعد قبالة سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ قالت مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية إن بيانات أساسية لشرح كيف بدأت جائحة فيروس كورونا لا تزال مفقودة وأضاف العلماء في منشور جديد أن المجموعة البحثية ستظل منفتحة على جميع الأدلة العلمية التي ستتوفر في المستقبل للسماح بإجراء اختبار شامل لجميع الفرضيات المعقولة مع عدم استبعاد مختبر مدينة موهان الصينية ويمثل هذا الموقف تراجعا عن التقييم الأولي للمنظمة فيما يتعلق بأصل الجائحة أعلنت اليابان استيناف إصدار التأشيرات الخاصة باستقبال السائحين الأجارب وتعد هذه هي الخطوة الأولى لزيادة جذب السائحين إلى البلاد مرة أخرى منذ تفشي فيروس كورونا وذلك لدعم الاقتصاد مع تلاشي المخاوف بشأن الجائحة وذكرت الأنباء اليابانية أن الحكومة قررت أن تكتفي ببدئيا بوصول السياح إلى الجولات المصحوبة بمرشدين من 98 دولة ومنطقة تعتبر ذات معدلات إصابة منخفضة تواجه مدينة شنغهاي الصينية موجة غير مسبوقة من الفحص الشامل لفيروس كورونا يشمل مزيدا من السكان وذلك بعد رفع المدينة قيود مكافحة الجائحة الأمر الذي أثار قلق السكان ومخاوف من التأثير المتوقع على الأنشطة التجارية هذا وأعلنت بعض الأحياء أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم لحين إجراء الفحص الكامل وسيتعين على السكان تقديم ما يثبت خضوعهم للفحص في غضون 72 ساعة قبل دخول المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات أعلن وزير الصحة الماليزية خيري جمال الدين أنه تم رصد حالات إصابة بسلالتين فرعيتين من متحور أومايكرون من فيروس كورونا في البلاد وقال جمال الدين أنه تم تسجيل إصابتين بالسلالة الفرعية بي إي فايف وإصابة واحدة بالسلالة الفرعية بي إي تو أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنه لم يتم الإبلاغ عن انتشار جدري القردة من خلال الجزيئات فيروسية صغيرة عالقة في الهواء وأوضحت المراكز الأمريكية أنه عندما سافر أشخاص مصابون بجدري القردة على متن الطائرات لم يتم التبليغ عن أي حالات إصابة معروفة بين الأشخاص الجالسين في محيطهم القريب حتى خلال الرحلات الدولية الطويلة اهتمام عالمي بمرض جدري القردة رغم التقليل من خطورة المرض إلا أن العديد من الدول على مستوى العالم اعتمدت على زيادة تدابير المراقبة الصحية لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفاشي ومنع العدوى منظمة الصحة العالمية أعتبرت أن خطر انتشار فيروس جدري القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض حقيقي مشيرة إلى تسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدر القردة حتى الآن في 29 دولة وفي الهند بدت السلطات الصحية إجراء فحوصات في المطار الدولي بيتشيناي على المسافرين القادمين من خارج البلاد بحثا عن أعراض لجدر القردة كما أوصت اللجنة الاستشارية للتطعيم في ألمانيا بإعطاء لقاح إنفانيكس للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بجدر القردة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما هيئة الصحة الوطنية في إسبانيا وصفت جدر القردة بالمرض النادر مشيرة إلى أن من أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدر اللمثاوية والقشعريرة والتعب والطفحة الجلدية على اليدين والوجه حيث أعلنت البدء في حملة تطعيم موسعة عقب ارتفاع أعداد الإصابات إلى 198 حالة مؤكدة ويتوطن مرض جدر القردة في تسع دول إفريقية لكن حالات تفاش تم الإبلاغ عنها خلال الشهر الماضي في العديد من الدول الأخرى معظمها في أوروبا وبخاصة في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وينصح الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض بأن يعزلوا أنفسهم في البيت وطلب استشارة الطبيب بينما يتعين على الأشخاص الذين يعيشون في المنزل نفسه تجنب الاختلاط المباشر مع المريض رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان اليونان استضافت الدورة تسعى لمؤتمر محيطنا في عام 2024 وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ذكر أن الاهتمام بتحسين المحيطات له ضرورته من أجل صحة ورخاء الحضارة الإنسانية موضحا أن هذا المؤتمر تشارك فيه حكومات وجهات وأفراد من غير هادف الربح من الممثلين والأكاديميين والمندوبين غير الحكوميين أعلنت وكالة الأنباء الصينية مصرع سبعة أشخاص على الأقل بعد أن دفنت الانهيارات الأرضية عدة قرى في منطقة كوانجشي جنوب البلاد وأضفت الوكالة أن الأمطار التي استمرت لأيام تركت سفوح التلال مغمورة بالمياه وعرضة للإنزلاق وأضفت الأنباء الصينية أن أطقم الإنقاذ مازال تبحث عن ندين ومفقودين أعلنت مدرية الطارق في مقاطعة ستشوان بجنوب غربي صين له لم ترد أنباء عن سقوط دحايا بعد زلزالين بقوة تزيد عن خمس درجات على مقياس رختر درب المقاطعة أوضح المركز الوطني الصيني لشبكات الزلازل أن زلزالا بقوة خمسة وثمانية من عشر درجة ضرب مدينة ماركينج بولاية أهبا تلاه زلزال آخر بقوة ست درجات مؤكدا أن عمليات الإغاثة من الكوارث تجري بطريقة منظمة إلى ملف حياة كريمة حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق إثنتين وخمسين قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من يوم العاشر وحتى العشرين من يونيو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي بيان رسمي للصحة أوضح أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والكرة الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية اختتمت فعليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية واستمرت القافلة على مدار يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة صحب البحر الأحمر إسماعيل العربي قال إن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان إلى 246 مواطنا على مدار يومين وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر اختتمت بقرية أبو هريرة بمدينة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة استمرت أعمال القافلة لمدة يومين تم خلالها توقيع الكشف الطبية على المواطنين وصرف لهم العلاج بالمجان من صيدلية القافلة وقال المشرف على أعمال القوافل الطبية بالوادي الجديد محمد سعد أن أعمال قافلة جديدة ستنطلق يوم السبت في قرية الكفاح بمدينة الفرفرة أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن تنظيم الوزارة بعد غد الأحد لفعاليات الدورة التدريبية الثانية للكوادر الإفريقية في مجال التنمية المحلية واللمركزية بحضور 24 متدربا من 17 دولة إفريقية وذلك لمدة عشرة أيام بالقاهرة في بيان الرسمية أكد شعراوي أن الجناح والنجاح الذي حققته الدورة الأولى والتي عقدت بالقاهرة في نوفمبر من عام 2019 أصبح دافعا لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة واستمرار لمناقشة التحديات التي تواجه الكوادر المحلية الإفريقية وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة صرح وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي أن لقاءه مع رئيس شركة دي أم جي موري الألمانية جاء لبحث مستجدات موضوعات التعاون المشترق بين الجانبين وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الرئيس السيسي يهتم بالصناعة كقاطرة للتنمية المستدامة ومن جانبه قال رئيس شركة دي أم جي موري الألمانية قال إن السوق المصرية تسخر بالعديد من الإمكانيات والمقاومات الجاذبة للاستثمار في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي رقم 116 استقبل محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والتقى وزير الأوقاف بعدد من الأئمة وقيادات المحافظة وأكد خلال اللقاء على دور الوزارة الحيوي في تقوية الحس الإيماني العام وتعظيم القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاق الأصيلة مشيرا إلى أن كافة الشرائع السماوية حثت على الامتثال لتلك القيم لدورها الفعال في بناء المجتمع لافتا إلى أنه يجري اعتماد مئة مسجد بنطاق المنوفية واختيار الأئمة والواعظات الأكثر تميزا لتقديم الخدمات الدينية من خلال البرنامج الصيفي للطفل لإعداد جيل واع من النشأ أعلنت محافظة سهاج عن استقبال شوان وصوامع توريد الأقماع حتى الآن لسبعة وثمانين ألف ومائة وواحد وخمسين طن موزعة على ستة عشر موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة وأكد وكيل وزارة التموين محمد إبراهيم على تشديد الإجراءات وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماع كما أكد على التنصيق بين مدريات الزراعة والتموين ومباحث التموين بصهاج لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابة التوريد وتكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماع وتوريدها إلى شوان وصوامع المحافظة ما زال لغاية الوقت الحصر شغال ما زال التوريد شغال الشوان المفتوحة العمل بيجري على قدم وثاق كل الموظفين كل اللجان الاستلام موجودة في موقعها الفرز بيتم أمام عين العميل لو في أي أقماع مخالفة بيتخذ الإجراءات ضدها الحمد لله يعني ما فيش نحن بنزال لكل المعوقات أمام أي مزارع يتفضل يورد كميته أهلا وسهلا بيه ومستحقاته بتوصله خلال 48 ساعة من التوريد ما فيش مشكلة في الكلام ده خالص والآن المتابعة لأهم الأخبار الارتصادية أخبار المالي العمال في نشرة السادسة تستعرضها لنا دينا شرط سرقير وأهلا بيكادي شكرا لك مصطفى شكرا لك إلهام والآن موعدنا مع أخبار الاتصاد محليا وعالميا أعرب رئيس الهيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر واليابان وخلال لقائه السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي أكد رئيس الهيئة حرصه على فتح أفاق جديدة للتعاون لتظل قناة السويس ركنا رئيسيا لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين واستعرض رئيس الهيئة التطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الأوين الأخيرة مضيفا أن القناة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق تطوير متكامل لهذا المرفق الحيوي بحلول عام 2023 شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد عبر الفوديو كومفرانس بالمائدة المستديرة رافعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال إفريقيا والتي أعقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط وخلال المناقشة أوضحت هالا السعيد أن الحكومة وضعت قانون جديدا في عام 2020 يتمثل الهدف الرئيسي له في تشجيع انتقال قطع غير الرسمي إلى القطع الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لما لها من دور أساسي في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار أكد وزير البترول طارق المل أن مشاركة مصر في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بالمؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة بالأردن تأتي انطلاقا من دورها الاستراتيجي في صناعة البترول والغاز في المنطقة وأضف المل أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز العلاقات والتنصيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعزيز السياسات الدعمة لتشجيع الإثثمار في قطاع الطاقة وفي مواجهة التحديات والأحداث المتلاحقة عالميا وفي أسواق المعادن النفيسة عوض الذهب عالميا كل خسائره وتحول إلى ارتفاع قوي بنحو 1% ليسجل 1864 دولار وسبع سنتات للأوقية ولجأ المتثمرون إلى الذهب لحماية أصولهم من الرقود التضخمية خاصة بعد صدور البيانات الأمريكية عن التضخم ومحليا سجل عيار 18 نحو 854 جنيها للجرام وسجل الذهب عيار 21 نحو 996 جنيها للجرام في حين سجل عيار 24 نحو 1138 جنيها للجرام وأخيرا وصل سعر الجرام الذهب إلى 7968 جنيها انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورسة وولستريت الأمريكية بشدة عند الفتح مع زيادة أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مايو وهو الأمر الذي قود أمال بلغة تضخم ذروته وعزز مخاوف تجديد مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي لإجراءاته للسيطرة على التضخم وانخفض مؤشر الدعو جونس الصناعي بأكثر من 700 نقطة ختم أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إلهام ومصطفى إليكم شكرا لك دينا بهذا مشاهدي الكرام نكونوا قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيين المصري لم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوين إعلامي مجلس الوزراء ينفي إسند إدارة ممر القناة السويس لشركة أجنبية والهيئة تؤكد أن إدارتها ستظل مملوكة للدولة بالكامل احتدام للقتال في مدينة سفيرة دانتسك وفرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 41 عاما انتهت نشرة السادسة شكرا لطيب المتابعة وادمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة